من تمثال الكاتب المصري الجالس القرفصاء البعض يرى ان تقاريد البيروقراطية المصرية مغلة في القدم هل مصر لديها مشكلة فيما يتعلق بالادارة هل هيزي المشكلة الحقيقية طيب لو اتفقنا على ذلك هل دي مشكلة قبل للحل ولا اصبحت يعني قدر مقدور نتكلم عن جهاز اداري يعد الاطخم يمكن في من بين دول العالم يعد واحد من الاطخم نتكلم عن ما يزيد عن 6.5 مليون موظف يعمل في الدولة هل تحولوا الى مشكلة هل هناك حل هل قانون الخدمة المدنية مثلا الجديد ممكن يقدم بعض هذه الحلول وهل ممكن البحث عن حلول خارج الصندوق هل لو استعنى بخبرات لتجارب دول تانية تبقى قبلة للتطبيق ولا الدول الاخرى لانها بدأت بشكل اقل يصعب استعارة تجاربها في تجربة بهذا الحجم واتراهوا لو جاز التعبير زي مصر السئلة بترحها على ضيفي بترحها على دكتور سعيد الزغبي الخبير في النظم الاداري الادارة الحديثة بالقيادة العامة لشرطة ابو ظبي اهلا وسهلا انا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني الناس بتتخيل انها مشكلة ما لهاش حل اكيد 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 اهلا المشكلة لو حابنا نشخصها الاول انا اقول لحضرك اللي حضرك قلتي دوت كله بيمثل مشكلة ايه اولا بشكر حضرتك بشكر الاعداد ان احنا اتكلمنا عن حاجة زي دي لان الحاجة اللي حضرتك قلتيها الكلام المقدمة دي كلها بيؤدي الى حاجة اسمها الفساد الاداري لو ما تنفس صح بيؤدي الى الفساد الاداري في المصالح الحكومية او المؤسسات الادارية والفساد الاداري والارهاب ما هما الا وجهان لعملة واحدة اوكي علشان اقضي على الفساد الاداري دوت وعلشان اكون منظم واكون فيه ادارة خارجة عن الطاق البيروكراطية تعمل على تسهيل الخدمات للمواطن العادي لازم احط بعض القوانين او اضع بعض القوانين هذه القوانين تعمل على خدمة المواطن بمعنى حضرتك البيروكراطية والكلام اللي احنا قلناها دوت يرجع الى لو احنا بدأنا فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة والكلام ده نبدأ من الفساد الاداري في كل مؤسسة حكومية وكل مؤسسة حكومية في كل محافظة لو تكلمنا عن بعض التجارب اللي حضرتك بنتكلم عنها هلال هو الفساد ويعني خليل برضو نتكلم ان جزء كبير بين موظفي الدولة البعض بيراهم انهم عملة زيدة ليس لهم عمل حقيقي القدرة الانتاجية او الكفاءة الانتاجية اللي عامل يكونوا بسمي إحصائي بعضها كنتكوبي ديو يدحق لنتكلم عن 27 ثانية وعن دقائق قليلة هل هي غياب الكفاءة هنا نتيجة الفساد ولا نتيجة ارتراهول والبطالة المقنعة الفساد الاداري اللي موجود ونتيجة حاجة مهمة جدا حضرتك غيب عننا في المؤسسات الحكومية التي احنا نصلح منها ولو هي تعديل الهيكل التنظيمي الموجود في المؤسسات الحكومية لهيكا للتنظيم في المؤسسات الحكومية لابد أن يعاد مرة تانية سيغطو لابد أن أنا أشوف المؤهلات الموجودة عند الموظفين بتوعي علشان ما يبقاش فيه بيروكراطية أو الكلام الحضرية بتقولي عليه ده فيه نموذج معنا اسمه بنتا ستار لتنمية الموظف الحكومي في المؤسسات الحكومية وارجع تاني أقول لحضرتك ليه إحنا قلنا المؤسسات الحكومية ما قلناش المؤسسات القطاع الخاص لأن القطاع الخاص وخاصة هنا في مصر ماشي بسرعة كويسة وماشي بسرعة عدم وجود بيروكراطية التخلي عن الأرشافة الورقية واللجوء إلى الأرشافة الإلكترونية التعامل مع الحكومة الإلكترونية أنه ممكن أي مواطن طالب خدمة من مؤسسة حكومية من مؤسسة خاصة أنه يخلص المصلحة بتاعته عن طريق الإنترنت أما المشكلة الأساسية في المؤسسات الحكومية حضرتك الهيكل التنظيم في المؤسسات الحكومية ممكن يكون مكان قد كده ويرقصه مدير عام تمام ومكان قد كده ويرقصه عمدة عمدة بمعنى مدير إدارة صغير ده راجع إلى فشل وعقم فيه اللوائح والقوانين الموجودة في المؤسسات الحكومية المصرية لا 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 نفهم 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 يعني حديث بتتكلم على فكرة أن الهرم الوظيفي مثلا أن فيه رئاسات كتيرة مثلا العدد يعني برضو بحاول أفهم مع حضرتك فين الخلل الهيكل التنظيمي واللوائح والقوانين الموجودة في المؤسسات الحكومية حضرتك لو شفت اللوائح والقوانين الموجودة في المؤسسات الحكومية ستجدها من سنة 78 من 78 إحنا ما عملناش أي حاجة أو أي تجديد يذكر فيه تصليح الهيكل الإداري او الهيكل التنظيمي الموجود في المؤسسات الحكومية لو الهيكل التنظيمي دوت غير قادر ان هو يطلع الكفاءات والقدرات الموجودة عند الموظف هيصاب به البيروقراطية الفساد الاداري الموجود في المصالح الحكومية مش هنقدر نطلع الكفاءات والمهارات الموجودة عند الموظف المثالي اللي يستحقل نكون في المكان المناسب ان هو يطلع